قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العدات إن مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016 أحدث تباينا كبيرا في وجهات النظر في الشارع الأردني مع أنه ما يزال قيد النقاش وإن اللجنة ستقوم بمعالجة مواطن الخلل وصولا إلى تشريع على قدر عال من التفاوق التوافق بحجم الجدل الذي أثاره مشروع القانون المعدل للأسلحة والذخائر المطروح على طاولة اللجنة القانونية في مجلس النواب يستمر نقاش حوله نقاش تشارك به الحكومة والجهات ذات العلاقة ما يزيد على 130 مادة هو عدد مواد القانون لكن أبرز مواده ومعرض الحديث ما هو مرتبط برخص اقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية للأشخاص الحاصلين على الرخص سابقا بضرورة تسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من نفاذ أحكام القانون ما جاء في مشروع القانون هو نظم آلية حيازة الأسلحة لغيات الدفاع عن النفس ولغيات لكن بطريقة منظمة وضمن ضوابط وأعطى للمواطن الحق في الذهاب إلى وزارة الداخلية للحصول على الترخيص لاختناء مثل هذا السلاح وحيازته للحفاظ على أمنه ودفاعا عن نفسه لكن يجب التأكيد وهنا مواطن الخلاف والخلاف الجوهري هو الخلاف على بعض أنواع الأسلحة نشاطات واجتماعات مجلس النواب شملت أيضا اجتماعا هاما للجنة الإدارية بقصد مناقشة قرار مجلس الوزراء الرامي إلى إحالة من تزيد خدمتهم عن 30 عاما للتقاعد إذ شمل الحوار النيابي الحكومي نقاشا حول جوانب متعددة من مضامين القرار أوضح بعدها وزير العمل أن الاستثناء في القرار سيطال أطباء الاختصاص في وزارة الصحة ولا إما في وزارة الأوقاف ومديري مدارس حصل هناك قرار بـ 24 ستة اللي حاصل على التقاعد في أكثر اللي لم يحصل على التقاعد من 25 سنة فصاعدا يأخذ الدرجة التي تلي درجته وبعض الامتيازات السنوية المتاحة كان في تخوف كبير من هذه اللحمة أو مجموعة من إخواننا الموظفين في كافة الوزارة وخاصة في وزارة الصحة وبكل ما تقدم تعد اجتماعات لجان النواب بجميع ما تحمل من قضايا مرحلة تسبق انعقاد أعمال المجلس في الأيام المقبلة هذا ويشار إلى أن اجتماعات ونشطات مجلس النواب تأتي بمجملها قبيل انعقاد الدورة الاستثنائية في الحادي والعشرين من الشهر الجابي لتكون مرحلة أولى للعمل قبيل انعقاد الدورة قبيل ضمور المملكة مجلس النواب وللحديث أكثر حول اجتماع اللجنة القانونية النيابية فيما يخص مشروع قانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016 ينضم إلينا في الستوديو رمزي حمضل رئيس الجمعية الأردنية لرياضة الصيد ألا بك سيد رمزي بداية إذن اجتمعتم لحتى هذه اللحظة اجتماعين مع النواب لمناقشة الأسلحة والذخائر ومشروع قانونها نعم صحيح لعام 2016 ما هي أبرز أو بداية أبرز النقاط التي تشعرون بمسؤوليتكم فيها في موضوع هذا القانون أولا نشكر قناة المملكة التي صدفتنا اليوم نحن الجمعية الأردنية لرياضة الصيد لاحظنا بعض بنود هذه المسودة كان فيها غباش وفيها بعض الأخطاء من ناحية الوصف للسلاح المستخدم من قبل الصيد وهون كان دورنا مع اللجنة القانونية التابعة للجمعية الأردنية لرياضة الصيد الأستاذ نهيل أبو عصب المستشار القانوني بتوضيح هذه البنود خلال هذه الاجتماعات ومناقشتها مع الأخوة أعضاء اللجنة نعم ما هي أبرز هذه البنود؟ هناك العديد من البنود في هذا اللقاء والاجتماع وأشر رئيس اللجنة القانونية إلى بعضها ما هي هذه البنود؟ نعم بداية إذا بتسمح لي بدي أشكر رئيس اللجنة القانونية سعادة النائب عبد المنعم العدات ومصطفى الخصاونة ومصطفى ياغي وزيد الشوابكة وحسين الجيسي ليتفهمهم لحقوق الصيادين وأن الموضوع كان فيه لبس خصوصا المادة ستة ألف المادة ستة ألف تنص على أنه مصادرة بنادق الصيد الأوتوماتيك بنادق الصيد الخرطوش لا يوجد منها الأوتوماتيك إنما هي نصف آلي وربطوا بندود لا يوجد في الأردن في السوق الأردني أم أنه لم يبتكر أصلا هذا الاختراف؟ هو مبتكر جديد خارج الأردن ولكن كان الوصف خاطئ وصفوه بالأوتوماتيك الأوتوماتيك هي تعمل بضغط واحدة على الزناد أعدة طلقات تعدة طلقات السامي أوتوماتيك وهذا كان الوصف اللي كان مفروض ينحط هو ضغط واحدة لكل طلقة هل تم تعديل هذا البند؟ كان فيه تفاهم كبير وأملنا كبير باللجنة الموقرة لتعديله واللبس الثاني كان على موضوع البنادق الهوائية كان وصفها خاطئ بأنها جوف أملس بدل ما تكون جوف محلزن وهذه طبعا رياضة البنادق الهوائية هي رياضة عريقة يعني بالسعودية بالإمارات بضبي تمارس بشكل كبير عنه نعم طيب دوركم كصيادين في الحد من انتشار الأسلحة غير المرخصة سواء غير المرخصة وسواء الأسلحة الأوتوماتيكية أيضا نعم سيدي بالنسبة للمشيء لأثار المشكلة هاي أنه بالمناسبات للأسف يتم إطلاق الآيرة النارية ويتم إطلاق استخدام بنادق رديئة الصناع وهي طبعا غير مرخصة والصياد مستحيل مستحيل يطلق الآيرة النارية بالمناسبات الصياد محب للطبيعة محب للبيئة وملتزم وورد هاي الرياضة أبعا جد الصياد مستحيل يخالف القانون بهذا الشكل ولكن هل رخصة الصياد يعني هناك حد فيها أو شروط فيها لحصر استخدام هذه القطعة بأماكن معينة نعم برياضات معينة بمناصلات معينة من أهم التعليمات يمنع استخدام بندقية الصيد أو أي سلاح داخل حدود البلديات نعم هذه نقطة مهمة ومعروفة وحدود البلديات لا تشمل عادة مناطق صيد لا طبعا نعم طيب من خلال حضوركم لهذا الاجتماع تمت الإشارة اليوم من قبل الوزير الداخلية إلى أنه هناك عشرة ملايين قطعة سلاح في الأردن ومنها مليون غير مرخص من هذه الأسلحة رأيي جمعية الصيدين الأزمانين اسمح لي عدد الأسلحة الغير مرخصة هي أضعاف أضعاف الأسلحة المرخصة توجهات عير المرخصة أضعاف المرخصة أضعاف أضعاف المرخصة نعم بمسودة قانون الأسلحة والذخيرة بضطر أولا مصادرة الأسلحة الغير مرخصة بطلب تسليمها الحل الأمثل هو إعطاء مدة زمنية مثلا ستة شهر أو سنة أنه اللي ما عنده سلاح مرخص تعال رخصه حتى يكون موثق بمدرية الأمن العام وبملفاته حتى يكون القانون فعال ولكن هذا من ضمن البنود التي عليها خلافة ليس كذلك نعم لأنه خلينا نكون واقعيين اليوم لو طلع قرار اللي ما عنده سلاح اللي عنده سلاح مش مرخص يسلمه شو النسبة والعدد اللي راح يتسلم يكونوا واقعيين بينما لما أفتح قدام الناس اللي عنده سلاح مش مرخص تفضل معك ستة شهر رخصه وبعد الستة شهر إذا مسك معك في عقوبة عالية جدا هذا الصح نعم سيد رمزي حنضل رئيس الجمعية الأردنية لرياضة صيد شكرا جزيلا كل شكرا لكم مشكورين